السلام عليكم ورحبا بكم خاتم تنسى واشتركوا معنا في قناة فعلوا الجرس ودلونا جميلة فيديو ربي يعفوذكم شاء الله ما كانت ترون الجزائر زبائنها في الجزائر المواطنين لإمكانية شراء السيارات لديها بالتقسيط من العروض التي تكشف عنها عبر موقعها الرسمي منذها قامت سلطة الجزائرية بالإعلان عن فتح استيراد السيارات أقل من ثلاث سنوات وكذا توطين صناعة سيارات فياط في الجزائر قامت عدة علامات للسيارات بتقديم عروض وملفاتها من أجل السويق سيارتها في الجزائر فيما لجأت رون الاستئناف نشاطها على مستوى بنصنع وهران وستكون هي الأخرى معنية بدفتر الشروط الجديد للتركيب كيفية شراء رون الجديدة بالتقسيط وبالنسبة لكيفية شراء سيارة بالتقسيط من رون الجزائر نوضح هذه الأمثلة البسيطة أما بخصوص تفاصيل حول الدفع الأولى وخيمة الدفع الشهري فإنها تختلف حسب أجر الزابون والذي تم تحدده بقيمة 40 ألف دينار جزائر كحد الأدنى البونوك المانحة لقروض سيارة رونو في الجزائر عدة بونوك في الجزائر توافق على إمكانية تمويل شراء السيارات المركبة في الجزائر بالتقسيط الحلال منها بنك BMP، بنك السلام، بنك البراكة وغيرها خاصة مع عودة مصنع الونو بوهران لتركيب السيارات لسيما أن البونوك منزمن بتمويل السيارات المركبة في الجزائر فقط بهدف تشجيع استهلاك المنتوج المحلي كما أنه من بين السيارات التي ستكون متوفرة للبيع بالتقسيط الحلال وبكمية محدودة جداً سيارة الونو سامبول بنسخة إكسترام بمحرك 1.5 DC قوة 85 حيصان وبمحرك 1.6 MP بقوة 80 حيصان تأتي هذه النسخة بشاشة وسطية ميديانة اف إيغوليسيون قياس 7 إنش مكيفة وأوتوماتيكي حساسات خلفية عجلة قيادة من الجلد نوافذ كهربائية أمامية وخلفية أضواء أمامية لا دوغيرها من المواصفات التقنية الوثائق التي يجب تقديمها للمقترض والمشارك في القرض النسخة الأصلية زايد نسخة من بطاقة العوية الوطنية ورخصة القيادة البيوميترية النسخة الأصلية زايد نسخة من بطاقة صندق الوطني للتأمنات الاجتماعية للعمل أجراء كماس أو بطاقة سيمماس للعسكريين شهادة ميلاد رقم 12 سريد المفعول الأقل من سنة شهادة إقامة لا تقل عن 3 أشهر شهادة عائلية للمتزوجين أو شهادة فردية للعزاب كشف حساب 3 أشهر الآخرة شهادة عمل النسخة الأصلية زايد نسخة من كشف رواتب 3 أشهر الآخرة كشف عن المخصصات المالية النسخة الأصلية زايد نسخة من شعر تخصيص راتب تقاعد أو كشف راتب سيمماس إذا كنت متقاعد ما تنسوش خوتي اشتركوا معنا في القناة فعلوا الجرس ديروا نجام الله فيديو ربي يحفظكم إن شاء الله مكان ترون الجزائر زبائنها في الجزائر المواطنين لإمكانية شرع السيارات لديها بالتقسيط من العروض التي تكشف عنها عبر موقعها الرسمي منذها قامت سلطة الجزائرية بالإعلان عن فتح استيراد السيارات أقل من 3 سنوات وكذا توطن صناعة سيارات فياطف الجزائر قامت عدة علامات للسيارات بتقديم عروض وملفاتها من أجل السويق سياراتها في الجزائر فيما لجأت رونو لاستئناف نشاطها على المساور مصنع وهران وستكون هي الأخرى معنية بدفتر الشروط الجديد للتركي كيفية شراء رونو الجديدة بالتقسيط وبالنسبة لكيفية شراء سيارات بالتقسيط من رونو الجزائر نوضح هذه الأمثلة البسيطة ما بخصوص تفاصيل حول الدفع الأولى وقيمة الدفع الشهري فإنها تختلف حسب أجر الزابون والذي تم تحدده بقيمة 40 ألف دينار جزائر كحد الأدنى البنوك المانحة لقروض سيارات رونو في الجزائر عدة بنوك في الجزائر توافق على إمكانية تمويل شراء السيارات المركبة في الجزائر بالتقسيط الحلال منها بنك بي ام بي بنك السلام بنك البراكة وغيرها خاصة مع عودة مصنع رونو بوهران لتركيب السيارات لا سيما أن البنوك مزمن بتمويل السيارات المركبة في الجزائر فقط بهدف تشجيع استهلاك المنتوج المحلي كما أنه من بين السيارات التي ستكون متوفرة للبيع بالتقسيط الحلال وبكمية محدودة جدا سيارة لونو سامبول بنسخة إكسترام بمحرك 1.5 DC قوة 85 حيصان وبمحرك 1.6 MP بقوة 80 حيصان تأتي هذه النسخة بشاشة وسطية ميديان آف إفوليسيون قياس 7 إنش مكيفة وأوتوماتيكي حساسات خلفية عجلة قيادة من الجلد نوافذ كهربائية أمامية وخلفية أضواء أمامية لا دو غيرها من المواصفات التقنية الوثائق التي يجب تقديمها للمقترض ومشارك في القرض النسخة الأصلية زايد نسخة من بطاقة الهوية الوطنية أو رخصة القيادة البيومترية النسخة الأصلية زايد نسخة من بطاقة صندق الوطني للتأمنات الاجتماعية للعمل وجراء كماس أو بطاقة سيماس للعسكريين شهادة ميلاد رقم 12 سرية المفعول أقل من سنة شهادة إقامة لا تقل عن 3 أشهر شهادة عائلية للمتزوجين أو شهادة فرضية للعزاب كشف حساب 3 أشهر الأخيرة شهادة عمل النسخة الأصلية زايد نسخة من كشف رواتب 3 أشهر الأخيرة كشف عن المخصصات المالية النسخة الأصلية زايد نسخة من شعار تخصيص راتب التقاعد أو كشف راتب سيماس إذا كنت متقاعد ما تنسوش خاوتي اشتركوا معنا في قناة فعلوا الجرس القلس ديروا نجا من الله فيديو ربي يحفظكم إن شاء الله السلام عليكم ورحمة��كم خاوتي ما تنسوشتركوا معنا في قناة فعلوا الجرس ود Giveến those humility ربي يحفظكم إن شاء الله مكانا ترون الجزائر جلبيناها في الجزائر azностью لإمكانية شراء السيارات لديها بالتقسيد من العروض التي تكشف عنها عبر موقعها الرسمي منذها قامت سلطة الجزائرية بالإعلان عن فتح استيراد السيارات أقل من ثلاث سنوات وكذا توطين صناعة سيارات فياط في الجزائر قامت عدة علامات للسيارات بتقديم عروض ملفاتها من أجل سويق سيارتها في الجزائر فيما لجاء ترون الاستئناف نشاطها لمساور مصنع وهران وستكون هي الأخرى معنية بدفتر الشروط الجديد للتركيب كيفية شراء رونو الجديدة بالتقسيد وبالنسبة لكيفية شراء سيارت بالتقسيد من رونو الجزائر نوضح هذه الأمثلة البسيطة ما بخصوص تفاصيل حول الدفع الأولى وقيمة الدفع الشهري فإنها تختلف حسب أجر الزابون والذي تم تحديده بقيمة 40 ألف دينار جزائر كحد الأدنى البنوك المانحة لقروض سيارة رونو في الجزائر عدة بنوك في الجزائر توافق على إمكانية تمويل شراء السيارات المركبة في الجزائر بالتقسيد الحلال منها بنك BMP، بنك السلام، بنك البراكة وغيرها خاصة مع عودة مصنع الونو بوهران لتركيب السيارات لسيما أن البنوك مزمن بتمويل السيارات المركبة في الجزائر فقط بهدف تشجيع الاستهلاك المنتوج المحلي كما أنه من بين السيارات التي ستكون متوفرة للبيع بالتقسيد الحلال وبكمية محدودة جدا سيارة لونوس هانبول بنسخة إكس درام بمحرك 1.5 دي سي قوة 85 حيصان وبمحرك 1.6 أم بي بقوة 80 حيصان تأتي هذه النسخة بشاشة وسطية قياس 7 إنش مكيفة وأوتوماتيكي حساسات خلفية عجلة قيادة من الجلد نوافذ كهربائية أمامية وخلفية أضواء أمامية لا دو غيرها من المواصفات التقنية الوثائق التي يجب تقديمها للمقترض ومشارك في القرض النسخة الأصلية زايد نسخة من بطاقة الهوية الوطنية ورخصة القيادة البيومترية النسخة الأصلية زايد نسخة من بطاقة صندق الوطني للتأمنات الاجتماعية